هل تخيلت يوماً أن جسيماً غير مرئي يمكن أن يعبر جسدك في لحظة فيختلق الخلايا ويغير حمضك النووي نعم، هذا ما تفعله الإشعاعات النووية إنها قوة غير مرئية تحمل طاقة عظيمة قادرة على أن تدمر أو تنكث في هذه الحلقة سوف نأخذكم في رحلة من أعماق الذرة إلى حدود المجرة نستعرض فيها كيف تتولد هذه الإشعاعات النووية وما هي أنواعها وأين توجد وكيف تؤثر علينا فتابع لتكتشف الجانب المضيئ والمضرم من هذه القوى الغامقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم نسمع كثيراً عن أخطار الإشعاع النووي والمواد المشعة على الإنسان ولعلك عزيزي المشاهد قد سمعت عن الأثار السلبية التي تسببها هذه الإشعاعات على كل كائن حي وخصوصاً إذا دخلت الجسم عن طريق المواد الغذائية الملوثة بها كما ولابد أنك سمعت أن المناطق التي تصاب بالمواد المشعة لا يمكن معالجتها ويبقى لها نشاط إشعاعي يستمر إلى ملايين السنين مثل ما حدث في كارثة المفاعل النووي الروسي المعروف باسم كارثة شورنوبي والتي تسربت فيها المواد المشعة بعد عطل في المفاعل ناجم عن خلل في عملية التبريد إن هذه المواد المشعة وبالرغم من خطورتها البالغة إلا أن لها استقدامات عديدة في الطق وفي توليد الطاقة الكعربائية كما أن الكربون 14 المشعة في أجسامنا وفي مكونات الكائنات الحية يستخدمه في تقدير الأعمار يصاحب هذا الموضوع الكثير من المصطلحات مثل اليورانيوم والبلوتونيوم وتخسيب اليورانيوم وأشعة جاما وجسيمات ألفا وجسيمات بيتا والأشعة الكونية والقنبلة النووية والمفاعل النووي والانفجار النووي وعمر النصف والكبون 14 والنظائر وغيرها من المصطلحات التي ترتبط كلها بنشاط النواء وسنخصص لكل مصطلح حلف لشرحه وتوضيحه وحلقة اليوم هي الأساس والتي منها سنعرف كيف تصدر هذه الإشعاعات ولنبدأ من النواء مصدر هذه الإشعاعات نعلم أن كل شيء حولنا يتكون من ذرات وفي الطبيعة يوجد ما يقارب 92 نوعا مختلفا بالإضافة إلى عناصر أخرى تم تصنيعها في المختبرات ليصل عدد الذرات إلى أكثر من 118 ذرة وأي مادة على الأرض من معادل وبلاستيك وزجاج وورق وملابس وعظام أجسامنا وكل شيء مكون منها في داخل كل ذرة ثلاث أنواع من الجسيمات البروتونات والنيوترونات والإلكترونات وترتبط البروتونات والنيوترونات بقوة تسمى القوة النووية وتكونان معا نواة الذرة في حين تحيط الإلكترونات بالنواة وتدور حولها ويجب أن تعلم عزيز المشاهد أن عدد البروتونات في النواة يحدد هوية الذرة فعلى سبيل المثال لو كان في النواة 13 بروتونا فهذه نواة ذرة الألمنيوم عند تجميع ملايين من ذرات الألمنيوم مع بعضها البعض نحصل على معدن الألمنيوم الذي نستقدمه في كثير من الصناعات وهذا الألمنيوم يعرف في الطبيعة بألمنيوم 27 لاحظ أن في نواة الألمنيوم 27 يوجد 13 بروتون و14 نيترون حيث يمثل الرقم 27 العدد الكتلي وهو مجموع البروتونات ونيوترونات في النواة ولذلك كل نواة لها عدد كتلي مختلف عبارة عن حاصل جمع مكونات النواة من بروتونات ونيوترونات تعتبر ذرة الألمنيوم ذرة مستقرة أي لو قمنا بوضع ذرة ألمنيوم في زجاجة مغلقة لملايين السنين فإنها ستبقى ذرة ألمنيوم مكونة من 13 بروتون و13 إلكترون و14 نيترون النظائر والتي تعرف بالإنجليزية آيزوتوبس قبل حوالي مئة عام أو أكثر كان الاعتقاد السائد أن كل الضرات مستقرة مثل ضرة الألمنيوم التي تحدثنا عنهم ولكن في الحقيقة الكثير من الضرات غير مستقر فعلى سبيل المثال لو أخذنا ضرة نحاس نجد أن هناك نوعين من ضرات النحاس الأولى يسمى نحاس 63 والثاني نحاس 65 والنوع الأول موجود في الطبيعة بنسبة تصل إلى 70% بينما النوع الثاني يوجد بنسبة 30% هذان النوعان للضرات النحاس يسمان بالنظائر عدد البروتونات في كل نظير ثابت وفي النحاس يكون عدد البروتونات 29 بروتون ولكن عدد النيترونات يختلف ففي نحاس 63 يوجد 34 نيترون وفي نحاس 65 يوجد 36 نيترون كل من هذين النوعين من ضرات النحاس لهما نفس الخصائص وكذلك هما من الضرات المستقرة وإذا أخذنا ضرة الهيدروجين نجد أن لها أكثر من نظير وأحد هذه المظائر مشع فالهيدروجين العادي يسمى أحياناً هيدروجين واحد الذي يعتبر أبسط الضرات في الكون حيث تحتوي نماته على بروتون فقط ولا يوجد نيترون ويوجد ذرات أخرى للهيدروجين تحتوي نماتها على بروتون ونيترون ويعرف باسم الديتيريوم أو الهيدروجين 2 ويتواجد الديتيريوم بنسبة بسيطة في الطبيعة تصل إلى 1.5% من كل الهيدروجين الموجود في الطبيعة وبالرغم من أن له نفس قصائص الهيدروجين إلا أن الماء الناتج عن اتحاد الديتيريوم مع الأكسجين والذي يعرف بالماء الثقيل غير مناسب للاستهلاك الآدمي بكميات كبيرة على المدى الطويل حيث يمكن أن يؤثر على العمليات الحيوية في الجسم ويمكن أعتباره ساماً والديتيريوم يعتبر نظير مستقر الهيدروجين ولكن الهيدروجين 3 والذي يطلب عليه تريتيوم يعتبر نظير غير مستقر وتحتوي نواته على بروتون واحد ونيترونين ماذا نعني بأن التريتيوم عنصر غير مستقر؟ لو أنك قمت بوضع جرة مملوء بالتريتيوم وبعد سنوات طويلة تصل إلى ألاف السنية ستجد أن التريتيوم قد تحول إلى هيليوم 3 ذرة الهيليوم 3 تحتوي نواتها على بروتونين ونيترون واحد وهذا عنصر مستقر في الطبيعة والعملية التي تحولت فيها ذرة التريتيوم إلى ذرة الهيليوم تسمى اضمحلال إشعاعي راديو آكتيف دي كيب الإنجليزية وتعتبر العناصر غير مستقرة عناصر لها نشاط إشعاعي حتى تتحول إلى عناصر مستقرة إن الكثير من العناصر في الطبيعة هي عناصر لها نشاط إشعاعي ويعتبر أنصر اليورانيوم أفضل مثال على ذلك لأنه من أفقل العناصر الموجودة بوفرة في الطبيعة وله أكبر نشاط إشعاعي بالمقارنة بالعناصر الطبيعية الأخرى عملية الإضمحلال الإشعاعي راديو آكتيف دي كيب الإضمحلال الإشعاعي هي عملية طبيعية فالذرة التي لها نظائر غير مستقرة تحرر إشعاعات تلقائيا لتتحول إلى عناصر أخرى مستقرة وهذه الإشعاعات تخرج من نواة العناصر في أحد ثلاث عمليات وهي إضمحلال ألفا وإضمحلال بيتا والإنشطار التلقائي وينتج عن هذه العمليات الثلاث أربع أنواع مختلفة من الأشعاع وهي جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وأشعاع بغاما والأشعاع النوترونية ولتوضيح الأمر سوف نأخذ مثالا على عنصر مشع وهو عنصر الأمريكيوم 241 والمستخدم في أجزة كشف الحريق هذا العنصر يطلق جسيمات ألفا وجسيمات ألفا هذه عبارة عن أنوية الهيليوم بمهنى أن كل جسيم ألفا يحتوي على بروتونين ونيوترونين وعندما تفقد ذرة الأمريكية 241 جسيم ألفا فهي تفقد من مكوناتها بروتونين ونيوترونين معا وبهذا فإنها تتحول إلى ذرة نيبتونيوم 237 وتنطلق جسيمات ألفا بسرعة كبيرة جدا تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف كيلومتر في الثانية وهي سرعات كبيرة جدا تعادل 5 إلى 10% من سرعة الضوء ويحسب معدل الإدمحلال للعناصر المشعة من خلال عمر النصف والذي يعني مقدار الزمن اللازم لتتحول نصف جرات العنصر المشعة إلى غير مشعة وتتراوح أعمار بعض العناصر المشعة من ثوان معدودة إلى عناصر لها أعمار تصن إلى ملايين السنين والعنصر الذي نتحدق عنه الأمريكي 241 له نصف عمر يصل إلى 432 سنة بينما الأمريكي يوم من 243 يصل عمره إلى 7370 سنة أما إدمحلال بيتا فإن الهيدوجين 3 يعتبر مثالا جيدا لعنصر مشاع يخضع لأدمحلال بيتا حيث يتحول نيترون داخل النواة إلى بروتون وإلكترون نطلق عليه في هذه العملية اسم جوسين بيتا ومضاد النيوترينو إذن تطلق النواة الإلكترون ومضاد النيوترينو وتحتفظ بالبروتون الناتج داخل النواة الجديدة إذن في عملية أدمحلال بيتا تفقد النواة نيترون وتكتسب بروتون ويتحرر جوسين بيتا وهو إلكترون من يوترينو وحقيقة تسمية الإلكترون المتحرر في هذه العملية بجوسين بيتا جاءك لأسباب تاريخية ففي أواخر القرن التاسع عشر لاحظ أرنيس رولرفورد وهنري بيكريل أن المواد المشاعة تنبعث منها ثلاث أنواة من الإشعاعات أطلقوا عليها أسماء أولية حسب قدرتها على الاختراق فكانت الأسماء أشاعة ألفا الأقل اختراقا للمواد وأشاعة بيتا وأشاعة جامل أكثر اختراقا ولم يكن معروفا ما هي طبيعة هذه الإشعاعات حتى أنهم قالوا إنها أشاعة ولكننا الآن نعرف أن أشاعة ألفا ما هي إلا جسيمات ألفا وأشاعة بيتا هي في الواقع إلكترونات ولذلك نطلب عليها جسيمات بيتا واستخدام أشاعة بيتا بدلا من جسيمات بيتا يعتبر صحيحا لأسباب تاريخية ولكن التعبير الأضاق أن نقول جسيمات ألفا وجسيمات بيتا إذن نواة لتريتيوم أي الهيدروجين 3 تفقد نيوترونا وتكتسب بروتونا ولهذا فإن الهيدروجين 3 يتحول إلى هيليام 3 أما في عملية الإنشطار التلقائي فإن الضرة بدلا من أن تطلق جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا فإنها تنقسم ومن هنا جاءت التسمع بالإنشطار فمثلا في ضرة الفريميوم 256 تنقسم إلى ضرتين الأولى ضرة الزينون 140 والثانية ضرة البلاديوم 112 وتنطلق عن نيوترونات بمجرد الإنشطار يمكن لضرات أخرى أن تنتص تلك النيوترونات مما يؤدي إلى تفاعلات نووية إضافية مثل التفاعل النووي المتسلسل الذي يستغل في المفاعلات النووية لتوليد الطاقة وينتج عن هذه التفاعلات أشعة جاما أما الأشعة النيوترونية فهي قادرة على تحويل العناصر غير المشعة إلى عناصر مشعة ولهذا فهي تستخدم في الطب النووي كما تستخدم أيضا في دراسة الجسيمات الأولية وتنتج الأشعة النيوترونية في المفاعل النووي وأيضا في المعجلات أو المسرعات لماذا تصدر الأنوية إشعاعات نووية في كثير من الحالات تطلق الأنوية جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وكذلك أشعة جاما لتتحول من الحالة المشعة الحالة غير مستقرة إلى الحالة العادية وهي الحالة المستقرة فهذه الأشعة إذن هي ناتجة عن الطاقة الإضافية التي تنتلكها النوى ولذلك فهي تتخلص منها بهذه الأشعاعات مثلما تتخلص الذرة من الطاقة الإضافية عن طريق إطلاق الفوتونات أو الأشعة الكهرمانسية مثل أشعة إكس لذلك أشعة جاما تنتج عن إثارة النوى بينما أشعة إكس تنتج عن إثارة الضر وطاقة أشعة جاما أكبر بكثير من أشعة إكس كما أننا نسمع عن الأشعة الكونية وهذه أشعة تنتج من الشمس والنجوم وتتكون الأشعة الكونية من البروتونات التي تسير بسرعات فائقة تصل إلى سرعة الضوء وهذه تكسبها طاقة تمكنها من الاختراق ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنها لا تصل إلى الأرض بسبب امتصاصها بالطبقات العليا لبلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية والذي يتكون بشكل أساسي من النيتروجين والأكسجين وتتشتت وينتج عنها أشعة كونية ثانوية ثات طاقة أقل وتنتص على مراحل ولا تعتبر ضارة في هذه الحانة حتى لو وصلت إلى الأرض بالرغم من أن النشاط الإشعاع هو نشاط طبيعي إلى دخل الإنسان فيه حيث تتحول فيه الضرة غير المستقرة إلى ضرة مستقرة وهذا جزء من التحولات التي تحدث في الطبيعة إلا أنه كل الإشعاعات النوية تعتبر مدمر الكائن الحي جسيمات ألفا وجسيمات بيتا من يترونات وأشعة جاما والأشعة الكونية كلها معروفة بأنها أشعة مؤينة فهي عندما تصطدم بالخلية الحية فأنها تحول ذراتها إلى أيونات موجبة بتحرير الضرة المكونة للخلية الحية من إليفتروناتها وهذا بالتأكيد له عواقب خطيرة تبدأ بقتل الخلية الحية وتنتهي بالتدخل المباشر في الشفرات الجينية مما يسبب ما يعرق بإسم مرض السرطة وأما جسيمات ألفا التي تتكون من أيونات الهيليوم فإنها تعتبر جسيمات كبيرة ولا يمكن أن تخترق المادة مسافة كبيرة ولذلك فإن هذه الجسيمات لا تشكل ضررا على الإنسان إذا كانت موجودة في الخارج ولكن إذا تناول الإنسان طعاما ملوثا بمواد إشعية تطلق جسيمات ألفا فإنها بدون شك سوف تكون لها أفار مدمر على الأجزاء الداخلية لجسم الإنسان وبهذا نصل بكم إلى ختام رحلتنا في عالم الإشعاعات النووية لقد تعرفنا اليوم على ما هي النواء وكيف تصدر هذه الإشعاعات من الضرات غير المستقرة عبر عمليات الإضمحلال الإشعاعي كألفا وبيتا والنشاط التلقائي كما استعرضنا مخاطرها المحتملة على الكائنات الحية ولكن القصة لا تنتهي هنا في الحلقات القادمة سنتعمق أكثر في هذا المجال المثير سنتناول التطبيقات المذهلة الإشعاعات النووية في مجالات الطب والزراعة والصناعة وغيرها كونوا معنا في الحلقات القادمة لاستكمال رحلتنا في فهم هذه القوى العظيمة التي لا تزال تكشف لنا عن المزيد من الأسرار إن أعجبتكم الحلفة لا تنسوا الوضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته